السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير في الفيديو بتاع نهاردة باذن الله اعرفك ازاي تعرف سرعة الهارد ديسك بتاعك سواء كان هارده حديث اس اس دي او هارده قديم ميكانيكي اتش دي دي لو انت حبيب تعرفها هنعمل ده مع بعض ازاي بدون ما نستخدم اي برامج تابع معي الفيديو للنهاية طبعا كلنا عارفين ان دواتي فيه هاردهات حديثة اللي هي الاس اس دي والهاردات القديمة اللي هي الميكانيكية اللي هو الاتش دي دي. انا هنا على سبيل المسال تجاهز الكمبيوتر باستخدم هاردين. الهارد اللي هو ده اللي انا حاطت عليه النظام وده طبعا اللي هو موجود في وباقي دات التحتي انا حاطته على هارد ميكانيكي قديم اللي هو اتش دي دي. طب انا دلوقتي عايزة اقوم بفحص سرعة الهارد الاس اس دي الخديث. وسرعة الهارد الاديم اللي هو الاتش دي دي. هعمل ده ازاي مع بعض بدون ما استخدم اي برامج ده اللي انا هعلمه لحضرتك. كل اللي انت هتعمله هتروح على شريط المهان وتروح عن دخانة البحث وتكتب سي ام دي. هيصدر معك مواجه الاوامر بالشكل ده اهم حاجة انت تعمله تشغيل كما سؤول. هتقول له نعم هيفتح معك مواجه الاوامر. هتعمل الامر ده. ان شاء الله هتروح لك تقال بسندول وصف. بعد ما اعمل الامر ده هتاخد مسافة من لوحة المهديه وتكتب الرمز بتاع الهارد. الرمز طبعا بتاع الهارد اللي هو الاس اس دي. كان اللي هو بارتشن اس دي. هضغط عليه. واضغط على انتر. هيبدأ الاس دي يعملي فحص للهارد بتاعي. يعرف بسرعة الكتابة وسرعة القرية بتاع الهارد. كل اللي عليك ان انت تنتظر اللي حديث ما تسهر معك النتائج. زي ما حضرك شايف كده زهرت معي سرعة الاراية بتاع الهارد ربعمية وسبعة ميجا بيط على السنية. وزهر معي سرعة الكتابة على الهارد ميتين تمانية وتسعين ميجا بيط على السنية. طيب كده انا عملت الموضة ده مع الهارد اللي هو الحديث اس اس دي. هعمله زي مع الهارد اللي هو القديم اتش دي دي عشان اعرف سرعته. كل اللي هعمله هنعمل نفس الخطوات. هقفل دية ده خلاص انا عرفتها. واروح برضو رايح مرة تانية. على اللي هو ستي ام دي. واشغله تشغيل كمسؤول. هقول له نعم. تمام? هضع نفس الامف. هسيب مسافة. هحط بقى رمز الهارد الميكانيكي القديم اللي هو اتش دي دي. الرمز بتاعه طبعا موجود عندي في اول في جهاز اللابتوب بتاعي اللي هو حرف دي. وضغط على انتر. وانتظر لحديث ما السي ام دي يقرأ مكونات الهارد ويبين لي سرعته. كل اللي عليك ان انت تنتظر لحظات بسيطة لحديث ما تظهر لك سرعة الهارد. ونعمل مقارنة ما بين السرعتين. لحظات بسيطة. وانتابع مع بعض البديو. زي ما حدرك شايف كده زهرت معانا النتيجة. اللي هو بتاع الريد. الاراية والكتابة بتاع الهارد. زي ما حدرك شايف كده انا مزلال هالا. تلعت ان سرعة الاراية. مية وستة ميجا على الثانية. وسرعة الكتابة مية وتمانية ميجا على الثانية. طبعا واضح الفرق الكبير جدا ما بين الهارد ده والهارد ده. تمام? طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله يكون انتهى. لو انت استناشت منه وتعلمتش جديد. بتنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك القناة. لان ده بيدعمنا كتير. واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته.